أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد موسكوفا لم يغرق في البحر الأسود وأن الانفجارات على متنه توقفت جاء ذلك بعد أن أعلنت روسيا أن سفينتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود وهي الطراد الصاروخي موسكوفا تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها وفي وقت أعلن مسؤول أوكراني أن موسكوفا أصيبت بصاروخين مضادين للسفن من دون أن يقدم أي دليل على ذلك موسكوفا تعتبر أبرز القطع البحرية الروسية في أسطولها بالبحر الأسود هذه نظرة مقربة إلى السفينة وصفت بأهم سفن البحر الأسود عقدت عليها البحرية الروسية الأمال في عدة اشتباكات خلال بدايات الحرب على أوكرانيا هذه هي السفينة موسكوفا أدخلتها روسيا في أسطولها البحر عام 1983 وتعتبرها أهم سفينة حربية في أسطولها في البحر الأسود يبلغ وزنها 12 ألف طن و500 كيلو جرام ويديرها طاقم يتكون من 500 شخص تتسلح موسكوفا بـ 16 صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز فولكن إلى جانب 64 صاروخ أرجو بعيد المدى كما يضم جسم السفينة مدفع AK متعدد الأغراض وستة أنظمة AK-630 ومدفع هون مضادين الغواصات اشتركوا في القناة